دثريه يا روابك توجيه وترجل أبو فارس عن صهوة الدفاع عن وطنه إلى مثواه الأخير طارق بن عبداللطيف العلاقي اسم عالق في أذهان السعوديين منذ أكثر من عامين عندما أصيب خلال عملية أمنية ضد مطلوبين في بلدة العوامية السعودية نتج عنها مقتل أربعة من الخارجين عن القانون الإصابة أدخلت العلاقي وحدة العناية الفائقة وعندما عاد لوعيه قام بتقديم هذه التحية العسكرية في أول ردة فعل له عرف عن الرائد طارق العلاقي بسالته في أداء الواجب حيث كان محاربا شرسا ضد الخارجين عن القانون احتفت الدولة والمواطنون به بالتكريم وقصائد الشعر ليعود مجددا إلى نشاطه الطبيعي وعمله في حفظ الأمن وأثناء دورية أمنية كان يقودها في حي المسورة في محافظة القطيف اعترضت طريقه عبوة ناسفة أدت إلى استشهاده وإصابة اثنين من رجال الأمن كانا برفقته لتفيض روحه إلى بارئها تاركة ورأه أطفالا في عمر الزهور المتحدث الأمني لوزارة الداخلية تعهد من جهته بملاحقة المتسببين في العمل الإرهابي مؤكدا مباشرة الجهات الأمنية التحقيق في هذه الجريمة الرائد لإعلاج أحد منتسبي قوات الطوارئ الخاصة في منطقة عوامية القطيف كان غمزا للوطني المثابر وملهما لكثير من زملائه على مواصلة العمل الدؤوب في حفظ أمن وسلامة أرضه ومواطنيه راشد العيد العربية